إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا قال الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب الشعائر جمع شعيرة وهي كل أمر أمر الله به سبحانه وتعالى أو نهي نهى عنه سبحانه وتعالى وقال أهل العلم أن الشعائر هي أعلام الدين وأعمال الدين وقسم أهل العلم الشعائر إلى ثلاثة أقسام شعائر زمانية وشعائر مكانية وشعائر تعبدية أما القسم الأول وهي الشعائر الزمانية وهي كل وقت خصه الله بمزيد من الفضل وعظيم من الأجل عن بقية الأوقات الأخرى لقوله صلى الله عليه وسلم إن لله في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها لعل أحدكم تصيبه نفحة فلا يشكى بعدها أبدا ومن هذه النفحات العطرة التي نستلهم منها القوة في العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى مثلا الأشهر الحرم إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم هذه مثلا شعائر زمانية عظم الله هذه الأوقات وهذه الأشهر الحرم عن بقية الأشهر ففيها آداء العمرة وفيها آداء فريضة الحج حج بيت الله الحرام الحج أشهر معلومات من هذه الأشهر وهي أحد الأشهر الحرم شهر ذي الحجة الذي فيه فريضة الحج وهذا الوقت يعظم زمانا أيضا ومن الشعائر الزمانية ما كان من فضل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة لقوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيها من هذه الأيام أن يقصد الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيها من هذه الأيام فسأله سائل من أصحابه صلوات الله وسلام عليه ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج مجاهدا بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء صلوات الله وسلامه عليه ومن الشعائر التي يجب تعظيمها زمانا ليلة القدر لما فيها من عظم الثواب وعظيم الأجر قال الله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر وأيضا من الشعائر الزمانية ما كان من شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن الشعائر الزمانية يوم الجمعة لقوله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس هو يوم الجمعة لماذا يا رسول الله قال وكفان مؤنة التعليل عندما علن بقوله صلى الله عليه وسلم ذاك هذا اليوم فيه ولد آدم نبي الله آدم عليه السلام أبو البشر وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تكوم الساعة إلا في يوم الجمعة هذه الشعائر الزمانية بقيت الشعائر المكانية وهي التي قصد بها كل مكان يعظم إجلالا لله كبيوت الله في الأرض ويا المساجد وكالكعبة والصفة والمروة والطواف حول بيت الله الحرام كل هذه تسمى بالشعائر المكانية هذا والله أعلى وأعلم وأعز وأكرم سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته ترجمة نانسي قنقر